اشتركوا في القناة بالاضافة الى ذلك قائد سلاح مشات البحرية الامريكية جنرال روبرت نيلر قال بلاده لا تمتلك الامكانية ان تحارب الارهاب وحدها وانما هي تحتاج الى شركة في المنطقة لمحاربة داعش وايضا اهالي قضاء القرمة ينتفضون ضد الفاسدين ويؤكدون بانهم مشاركون بشكل واسع رجالا ونساء في الانتخابات البرلمانية القادمة وايضا عضو مجلس محافظة الانبار السيد صباح كرحوت كشف عن استمرار التحقيقات في ملفات الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة في الحكومة السابقة في اشارة المواطن العراقي بان الحكومة متوجهة لمحاربة الفساد بالاضافة الى ذلك السيد سعد الحديثي اكد بان الاقليم ايضا او تطبيق النظام الادخار على الروات الموظفي محافظات كردستان هي امر غير صحيح اذا اعزائي المشاهدين دعوني ارحب بضيفي في الستوديو الخبير في مركز الروابط للدراسات والبحوثة الاستراتيجية الاستاذ اياد العناز اهنا وسهلا بك اهنا وسهلا بك خيراكم خلينا نبدي من سؤال حلقتنا لهذا اليوم ونشكر جميع مشاهدين الكرام المشاركين على صفحة الفيسبوك الخاصة في قناة التغيير واللي اجابوا وصوتوا على السؤال التالي هل سيطبق المرشحون كل الوعود والعهود للشعب العراقي بعد انتهاء الانتخابات الاجابة نعم ولا اتمنى من الزمين مخرج ان يظهرنا نتيجة التصويت التصويت كان بغالبية كبيرة جدا يا سيدي الكريم بلا تقريبا النسبة الاخيرة هي 98% اكدوا بانه هم بالحقيقة المرشحين مرح يطبقون وعودهم يعني باختصار هم من مشترين في فلس الكلام اللي يدي يسمعوه من المرشحين تتفق انتوية التصويت هذا بسم الله الرحيم وسعد الله وساءكم بخير حقيقة هذا السؤال او جواب عليه هو يعقس طبيعة الرأي العام الشعب العراقي وهذا الرأي هو يجانب الصواب الى حد كبير يعني الانسان والمواطن العراقي تحديدا يعني خلال الفترة الماضية وخلال اكثر من اربع دورات انتخابية لم يفاهد ما يرضي طموحاته في حياة حرة كريمة لم يشاهد هناك او يلمس ما سمع منه ومن الناخبين او العب من الذين رشحوا انفسهم الى العملية الانتخابية او شاركوا في العملية السياسية لم يكن هناك اصواطا حرة تسعى الى تلبية طموحات هذا الشعب والى السهر اراحته الى تطوره الى تقدمه الى رسم ملامح مستقبلي ومستقبل اجالي لم تكن هناك ايضا ادوات تساعد على رسم رؤية سياسية واقتصادية تساعد على تطور المجتمع لم تكن هناك ادوات تفعيلية بالجانب الاقتصادي العراقي بل عكس شهدت عمليات فساد كثير ضياء للمال العام زيادة في التضخم زيادة في البطالة كل هذه عوامل وبالتالي لا ننسى ما حدث خلال اربع سنوات والثلاث سنوات الماضية فترة الدورة الانتخابية بدأت من 2014 والى حد الان نرى انه ثلاثة سنواتية كانت حصيلة مواجهة للارهاب مواجهة عسكرية للتعالف الدولي كما قلنا وللقوات الامنية وعسكرية ادت الى كثير من الامور اللي هي منها النزوح هي منها المعسكرات النازحين هي تهديم الدور والمدن وحرك وتجريف المزارك كل هذه انعكست على طبيعة الجواب الذي الان نراه موجودا بسبب عدم قدرة الاعضاء مجلس النواب ومعظمهم على ان يكونوا قريبين من الصوت العراقي قريبين من الانين العراقي قريبين من المشكلة التي يعاني منها المواطن العراقي بس استاذ اياد اليوم العراق امام الامم المتحدة امام العالم امام السفارة الامريكية القرارات الامريكية امام نفوذ من دول كثيرة تركيا وايران وغيرها وتصريحات واليوم العراق يقف على محك خطر جدا اللي هو في حالة اخفاقه بالانتخابات رح يفشل كل علاقات السياسية والدبلوماسية وبالتالي يفقد الثقة بشكل عام اللي بناها رئيس الوزراء العراقي حيدان العبادي يعني معقولة اليوم بهذا الشكل اليوم المرشح مجبر ان يطبق ما عليه حتى وان كان هو من الوجوه القديمة وغيرها يعني لا توجد عملية اجبار بمفهومة ان نجبر عضو المجلس النواب على ان يطبق ما موجود لانه ليس هناك قانون يكفل هذا الشيء ليس هناك قانون يحاسب عضو المجلس النواب ان اخفق في برنامجه الانتخابي او اخفق في تلبية طموحات ابناء منطقتي او الذين صوتوا لصالحي لا توجد هناك حقيقة ضوابط لهذا الموضوع لا توجد هناك امكانية لمتابعة هذا الحدث بالتالي تبقى الامانة التي اؤتمن عليها عضو المجلس النواب الذي استحصل هذا الصوت الذي يعتبر عندما نشارك بها انه امانة وسلمها الى من اراد ان ينتخبه هنا الموضوع يتعلق باولا الانتباه لا يعني عندما هنا اقول ان اول شيء هناك ايضا المسائلة التي تربط الانسان مع ربه يعني هنا على عضو مجلس النواب ان يسائل نفسه امام الله سبحانه وتعالى اولا ومن ثم هناك الاعتبارات الاجتماعية والعشائرية والاعتبارات ايضا الاخلاقية التي من الممكن ان تساهم وتساعد عضو المجلس النواب ان يكون اكثر حنكة واكثر ارتزاما امام الله سبحانه وتعالى ثم امام شعبي ثم امام اهله ومحبي ان كان يسعى الى تطبيق ما وعد به قبل الانتخابات طيب شنو فائدة الانتخابات اذا الناس المصوطين اليوم ولو هي عينة ما نقدر نشملها بشكل كبير جدا لكن هي عينة خاصة بالبرنامج ممن شارك ولحق يشارك بهذا التصويت شنو فائدة الانتخابات اذا المواطن اليوم بهذا الشكل يجد بانه المرشح راح فعلا ما يطبق الامور اللي هي عليه يا سيدي اهالي القرمة اليوم طلعوا وانتفضوا واخرسوا الفاسدين وقالوا كلهم مشاركين اليوم رجالا ونساء بالانتخابات وهذا هو الاهالي الانبار وهذه نشوتهم يعني القرمة هي ناحية من النواحي التابعة لمحافظة الانبار ولكنها عندما خرجت خرج بصوت العراق الحر هي خرجت تحاكي الضمير العراقي تحاكي الضمير السياسي الذي يحكم العراق الان معلوم ان العملية السياسية في العراق اخفقت اخفاقا شيدا بل فشلت في ان تكون تلبي الطموحات الشعبية هذه العملية السياسية لانه ركنت الى التأثيرات الاقليمية والدولية لم تكن عملية سياسية مستقلة لم يستطع القائمين عليها ان تكون لهم رؤية مستقلة يستطعون فيها ان يعبروا حقيقة عما مكنولاتهم وبالتالي هم يعلمون نفسهم انهم مرتبطين بعذاب وحركات سياسية لديها اهدافها ومصالحها هذه المصالح تختلف وتتباعد كثيرا مع طموحات هذا الشعب التضحيات التي قدمها الشعب العراقي من بعد خلال سنوات الاحتلال ولحد الان لا تكافئ ما يقام او ما مطلوب من الاخرين ان يقدموه له لحد الان المعادلة والعدالة الاجتباع مفقودة مبادئ الحقوق الانسان لا تراها موجودة هناك لحد المعتقلين هناك النازحين هناك الشباب العطن العمل كل هذه امور تؤثر تأثيرا سدبا فعندما يخرج المواطن ان كان في القرمة وان كان في البصرة وان كان في الناصرية وان كان في ادهوك وان كان في الموصل تراه يتكلم بمعاناة واحدة وبهدف واحد هو كيفية الوصول الى سبل العيش الكريم كيفية الاستطاع ان يحدد ملامح حياته المستقبلية يؤشر عملية انه يستطيع ان يفهم الاخرين انه الفساد السياسي والفساد الاقتصادي وهما عنوان للبرحة الحالية طيب اكو من يتعذر اليوم بعض التعليقات اليوم على هذا التصويت يتعذرون بعملية بيع وشراء البطاقات الانتخابية وهذه احدى الاسباب اللي يتخلي بانه الانتخابات غير نزيه ومن هذا الكلام اليوم رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي وضع قرار بسجن من يبيع ويتداول البطاقات الانتخابية لغرض التزوير لمدة 15 سنة بالسجن هذا القرار واحدة جريء واعتبر من الكثيرين بانه هو فعلا في الاتجاه الصحيح لانتخابات نزيهة ناجحة ممكن نغير بيها الوجوه القديمة ونجيب وجوه جديدة تقلب معادرة التصويت اللي صار اليوم بالبرنامج دائما نرى انه هكذا قرارات عندما تصدر او هكذا قوانين او هكذا توجيهات تأتي متأخرة دائما نحن نتكلم الآن عن سلوب التبع لردع الفاسدين لردع من يحاول ان يؤثر على العملية الانتخابية من يقوم بشراء اصوات الناس او مستغلا الوضع الاقتصادي مستغلا الوضع السياسي مستغلا كثير من ما يحيط ابناء البلد من بعض المشاكل الازمات قد تكون اقتصادية قد تكون اجتماعية فشراء الصوت يعني هو يعلم جيدا انما هو يخون خيانة كبيرة خيانة كبيرة هو اول من يخون نفسه ويخدع نفسه بانه بشرائه لهذه الاصوات لذلك القرار الان حتى وان صدر فمتى سيحاسب ومن سيحاسب نحن نعلم وكثير من الاعلام تحدثت وكثير من وسائل الاعلام انتخذت وكثير من الكلام قيل ان هناك كتر سياسية وهناك اشخاص وهناك شخصية سياسية اشترت وكثير من الاصوات وستؤثر على اصوات الناخبين في الانتخابات القادمة هذا الموضوع ليس بحاجة الى قرار ولكن بحاجة الى ردع كامل يعني عندما يكون هنا نعم القرار من الناحية العملية والقانونية قرار جيد سيردع من يحاول ان يكون هل ستكون المراقبة حقيقية يعني انت ما تتوقع مثلا هذا القرار يطبق مثلا او نسمع بالقبض على وسطاء مثلا لانه احنا سمعنا عن وسطاء قموم بالبيع والشراء وهم تجار الانتخابات مثل ما يسموهم او دواعش السياسة مثل ما يسموهم ما تعتقد بان هذا الفعل ان هذا القرار ممكن يطبق او على الاقل يردع هذول من القيام هذه الموضوع اكيد هو سيكون يعني مانع لكثير من المحاولات التي قد يقوم بها الاخرين وقد يكون رادع كما تفضل ولكن طبيعة من يستطيع ان يهيمن على عملية الشراء يعني اذا كانت هناك حركات واحزاب سياسية وشخصيات قوية ونافذة في العملية السياسية لا يستطيعون اتخاذ بهم قرارات وإلا لكان هناك يفترض انه نحن من بداية هذه السنة ان يكون هناك قائمة لدينا من الفاسدين طيب التي علنت عنها رئاس الوزراء وتكلم عنها رئيس الوزراء كثيرا وتحدث عنها كثيرا من الوزراء اين هذه القائمة اين هؤلاء الاسماء اين الفاسدين الذين سرقوا المال العام طيب الذين قاموا بإهام المؤسسات الخدمية والجزارات بوجود مشاريع وهمية وبالتالي اصبح المبلغ الذي نتحدث عليه دائما 206 مليار دولار لا احد يعلم عنه لانه شكل عن 90 الف مشروع وهمي طيب لو انحن حاسبنا حسابا شديدا هؤلاء لستطعنا ان نسيطر ايضا ليس فقط على عملية بيع وشراء الاسوات الناخبين لكن سيطرنا ايضا على ايقاف عملية الهدر في المال العام وايقاف عملية الفساد الاداري طيب الذي هو جزء من الفساد السياسي طيب اي من البرامج الانتخابية عجبتك او عجبت بيها او بطرحها او شفتها قريبة على الاقل من واقع المواطن العراقي اليوم كل انت اين هي البرامج الانتخابي اللي نقرأها ونطلع عليها يعني الكلام الكلام اللي يطرعون به اليوم المرشحين كلام معسول وولود هو يعني كلام رائع جدا بلد وطني شامل عابر للطائفية وغير من هذا الكلام يعني هذا ما مقنع يعني للمواطن اليوم يعني لو نظرنا الى بعض البرامج الانتخابية التي اصدرتها او تحاول ان ان تسوقها بعض الكتر السياسية والحزاب السياسية او حتى بعض الشخصيات الذين المرشحين باسمائهم لنراها يعني حقيقة لو قرأناها بشكل جيد وتمع عنا فيها لرأينا فيها دعوة الى مجتمع متقدم دعوة الى مجتمع نظيف نموذجي في الحياة الى اسر وتعيش حياة كريمة الى شعب ينهض ويبني مؤسسات خدمية يصب الى بناء مجتمع مدني مؤسسات بعيدا عن الطائفية بعيدا عن الفساد بعيدا عن كل ما يؤخر ومتقدمه ولكن هل هذه البرامج الانتخابية سيكون لها الدور او سيكون لها طريقا في عمل التنفيذ نحن استمعنا كثيرا من كثير وقرأنا كثيرا من البرامج الانتخابية لسنوات مضت طيب كم منها فعل وكم منها تم تنفيذه وكم منها رآه المواطن امام عينه نم نرى شيء ولذلك عندما تقول 98% يعني هذه النسبة مخيفة صح نحن نتكلم عن واقع مرير طيب ولكن عندما تأتي الآن في عملية استبيان عندما يصل المنبل الى الى 98% فإنان ترى حجم اولا هذا دليل على شيئين ديج على ان الوعي الكامل لدى ابناء الشعب العراقي في موضوع كيفية الادلاء بأصواتهم انذهبوا الى الانتخابات جيد وسيعلمون من يختارون ومن سيتركون وبالتالي هذا دليل على حقيقة العملية السياسية التي اتى بها الاحتلال بعد غزو الأمريكي للعراق اذا هناك رؤية واقعية وفكر وقال لابناء الشعب العراقي في فهم ما يدور حولهم وبالتالي هذا الدليل استبيان على فشل العملية السياسية السابقة وثيقة الشرف الانتخابي اللي اتوقعت هذا مو دليل كافي بانه الانتخابات اليوم تختلف عن كل الانتخابات اللي صارت والكلام بانه هذه الحكومات من الاحتلال وغيرها اليوم انقطع الطريق امامها وثيقة شرف انتخابي سيتم التصويت وكل الاموال لن يتم فيها هدر وانما اكو اشراف اليوم لجان خاصة دولية على هذه الاموال اكو اختلاف تام جدا عن الانتخابات اللي مضت والمرشحين وكل الطروحات اللي يعني سئم منها المواطن العراقي مثل ما انت تفضلت الامور مختلفة اليوم يعني حقيقة اجمل ما في حوار الحوارات اللي تجري مع الاستاذ احمد انه يسأل اسئلة من واقع الحال ولكنها مع الاسف في بعض احيان نبدأها بابتسام وهذا الابتسام يعني نقول شروا بالليتين ما يضحكوا عندما نتكلم عن ميثاق شرف كم ميثاق شرف وقع في هذه السنوات التي تلت الاحتلال وكم ميثاق اتفقت عليه الاحزاب وحركات السياسية وكم ميثاق وقعته شخصية السياسية هل تم الانتزام به اذا احصينا هذه فهذا هو الخامس او السادس ميثاق شرف يدعو يدعو اليه الامر المتحدة او تدعو اليه الكتلة السياسية او يدعو اليه مجلس النواب او 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 روتيني؟ هذا الاستهلاك السياسي طيب الذي يخدم مرحلة سياسية مؤقتة تتعلق بالانتخابات طيب نحن لماذا نحتاج الى ميثاق شرف نحن نتعامل مع من؟ نحن نتعامل مع شعبنا طيب المرشحين ليس هم ابناء الشعب العراقي هذه الكتلة الأحزاب السياسية ليست هي كتلة تسعى لخدمة الشعب العراقي فهل تحتاج الى ميثاق شرف؟ هل يحتاج السياسي العراقي الان الذي اقتحم العملية السياسية ان يثبت انه هو يتعامل بشرف ومهنية عالية لخدمة بلده او لخدمة شعبه؟ هو يفترض تحصيل حاصل انه يكون يحمل مبادئ القيم والشرف والعلى هل يحتاج الى ان يوقع؟ ومع ذلك لم يحضر معظم رؤساء الكتل السياسية للتوقيع على الميثاق بما حدا ببعض الرؤساء الكتل ان تذهب ولا توقع وعندما سئلي لماذا لم توقعون؟ قالوا لم يأتون اذا نحن في البداية لم نكن جادين في التوقيع كاملة على هذا الميثاق الميثاق عندما يكون هو ميثاق يعني عهد عهود عندما تقول انه ميثاق يعني عهود هذه العهود هل هي مرزمة؟ هل التزمت الكتل السياسية بميثاق الشرف الذي وقع قبل 4 سنة؟ يعني الامم المتحدة المرشحين اليوم اللي وقع والكتل والتحالفات كلها هذه واللي وقع ما تخاف من الامم المتحدة؟ معقولة؟ هو اللي نخاف من الامم المتحدة نخاف من رب العالمين اولا هو عندما وقع هل هو وقع الميثاق الشرف الذي يرضي جهة اممية؟ ام هذا التوقيع سيكون مسؤولة امام الله عليه؟ نحن الناس مؤمنون شعب العراقي شعب مؤمن بجميع اديانه كله شعب موحد يعني وحد الله سبحانه وتعالى فعندما ينطق اذا كان من المسلمين ينطق الشهادة ويؤمن بالله الواحد الاحاد وبسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان من اخوان المسيحين الموحدين ويؤمنون بسيدنا المسيح عليه السلام وان كان من الكتل السياسية وان كان من الطواف الاخرى هؤلاء كلهم يوحدون الله سبحانه وتعالى فاذا اذا يوقع الان لان انا من اتكلم اتكلم عن ميثاق الشرف يحوي جميع الكتل والحزاب السياسية والشخصية السياسية وكلها بانتماءاتها الدينية المذهبية والعرقية والقومية هل تحتاج لأرضاء المتحدة امنا بضيء اولا نرضي الله ثم معنا ثم ضميرنا قلت لك في بداية حديثي بس هم يخافون من رب العالمين ما كان وصلوا العراق الى مرحلة اقصى شي سبيس عندنا بكربلا اليوم فقط يذب سبيس بالشارع وانتهى الموضوع وموجود مراسلنا وليد الصالح يموجود بكربلا ونشر هذا الموضوع لكن اليوم يقول لك ما يخافوا من رب العالمين هنخافون من الامم المتحدة هذا الطرح المواطنة العراقي اليوم متى كانت الامم المتحدة لها السلطة الامم المتحدة منذ تأسيسة لحدها لا تعرف غير الاستنكار نستنكر وندين ونرجب يعني ما تتخذ اجراءات مجلس الامن الدولي وكل هذه الامور كلها ما تخوف لها لا ليس له علاقة مجلس الامن الدولي بالانتخابات في العراق أو في اي انتخابات في اي دولة لكن انا هنا اتحدث عن مدى جدية هؤلاء انا اقول لماذا ميثاق الشرف لماذا ميثاق الشرف اذا لا حاول ان لو عندما نجع ان هناك ميثاق ونجع ان هناك عهود اذا نحن هناك امام شك امام عدم يقين في تنفيذ مهم ولذلك نلزم الاخرين نلزم امام المتحدة ونلزمهم امام المجتمع الدولي ماذا سيفعلون هم اذا الان وقعوا تم التوقيع على ميثاق الشرف وبنفس الوقت الان اليوم صدرت القرارات بمعاقبة وحبس او سجن من يشتري بطاقات انتخابات 15 سنة اذا هو المفضل موقع ومفضل هو ارزم نفسه وارزم جميع مرشحي في الكتلة السياسية وفي الحجب السياسي ان يرتزم بميثاق الشرف وإلا ملتاق الشرف هل يعني فقط يرتزم به موقع عليه ام جميع التابعين لموقع عليه هنا معيار الامور ان العراق لا يحتاج الى مواثيق للشرف ومواثيق للأهود العراق يحتاج الى رؤية يحتاج الى صدق في التعامل يحتاج الى بنات حقيقيون يحتاج الى ناس يعملون على خدمة الوطن طيب بس الناس اللي يريدون يخدمون الوطن اللي هم من الوجوه الجديدة اللي كل اليوم متفائلين بانه راح يجون الى هذه الى السلطة ورح يغيرون المشكلة اليوم احد المرشحين للانتخابات السيد حسن عبدالواحد صرح تصريح لصحيفة الشرق الاوسط يعني باختصار قال بانه حدد موعد الدعاية الانتخابية لكن قبلها سبعة الاف لافتة نشرت ومحت حجب هالموضوع وصرف وضخ أموال كبيرة جدا عكسهم هم كمرشحين متواضعين ما عندهم دعا مالي كبير جدا ما يقدر يقوم بهذه الدعاية الانتخابية الكبيرة بالتالي حظوظة او وجود مثل هذا المرشحة او المرشحين من الوجوه الجديدة ما راح يقدر يظهر ولا راح يقدر يغير بالتالي انت ما راح تغير شيء تعتقد اليوم المواطن منتبه لهذا الموضوع اذا كان المواطن لديه القناعة التامة بالعملية السياسية لديه القناعة التامة بالانتخابات لديه الاصرار على ايتاء بمجلس نواب يغلمه في الاربع سنوات القادمة فلا يحتاج الى ان ينظر الى دعاية الانتخابية يعني سوف لا يتأثر بالصور البراقة والالوان الجميلة واللافيتات الكبيرة هاي لا تؤثر به اذا انا كنت مقتنع وذهب الى انتخابات لو انتخبسين من الناس خلص اذا خلى لي صورة واحدة بكل الفرع او خلى لي صورة واحدة في ساحة كبيرة لا يهمني ذلك طيب هل يش التغييرات مصارد بالدورات اللي مضت ما دورة وبعد دورة بعد دورة انتخابية ما تغير الموضوع لا مهمة الآن يستخدمون كما قلت يعني الان لو تذهب الى المطابع تذهب الى الاصحاب الادعايات لتراها الان كل شاغلهم اها احنا اخر شيء للجلسة الاخيرة لمجلس النواب كما كان عاد الحضور سبعين عضوا اين ذهب الباقين ذهب الباقون الى لمتابعة عملية عملية الانتخابات لمتابعة عملية الجانب الاعلامي في حياتهم او اللي قام مع بعض شرائح المجتمع العراقي نحن نقول المواطن العراقي الان لا يحتاج لا يحتاج الى هذه البهرجة والفخخة في عملية ان تكون هناك ادوات اعلامية وكذا كما قلت لكن قلت بالاخرون الى الصرف الكثير و الى البذغ الكثير قد تكون هناك ولائم قد تكون هناك عزائم قد تكون هناك شراء كما قلنا لبعض الضمم قد تكون هناك دعوات خاصة قد تكون هناك هدايا ثمينة لكن هذه كلها مقابل ماذا هل يستطيع المواطن هل يستطيع الناخب بالاخير ان يقرأ نفسه نحن نقول ان نتكلم في مدينة يعني مدينة ذات قيم و اخلاق هل نتكلم عن مدينة فلاطون مدينة الفاضلة نتكلم عن معايير حقيقية مجتمع نحن نعيشه و نعلم انه كثير من الان خوضين عمليه السيئسي و واتين الانتخابات لن ليس في فكر و مخدوم خدمة المجتمع بخدمة مصالحها مداتية لكن بنفس الوقت بس اليوم الخطأ اذا كان هناك خلينا نكون صريحين اليوم هذا مواطن عراقي موجود و دا يعلق و دا يتكلم و خلينا نحكي باسمه يقول لك الغلط اليوم مو من السياسيين العراقي الغلط من المواطن العراقي نفسه اللي مغير و اللي مصوت و اللي دائما يحتي شيء و يسوي شيء ثاني اكو هذه نظرة موجودة شون ترتعليه؟ الذين صوتوا خلال الفترة الماضية ماذا فعلهم النواب؟ لم يذهب كثيرا من المواطنين الى التصويت؟ لم يشاركوا في الانتخابات الماضية؟ ماذا تحقق لهم؟ نحن بحاجة الى يعادة الثقة ما بين الناخب و ما بين عضو المجلس النواب نحن علينا ان نعيد الثقة للمواطن بالعملية السياسية كيف نعيد الثقة بالعملية السياسية؟ كما قلت يجب ان تكون معايرها وطنية ان تبتعد عن كثير من الامليات و كما قلت الى كثير من الاساليب عندما يرى المواطن الان هناك كثير من الاساليب متبع لازالك لحدها الإقصاء، التهميش، الاجتفات، التجريم هذه المفاهيم الأربعة وعدم حسبة الفاسدين عدم الاقتصاص من سرقة السراق المال العام عدم البحث عن المشاريع الوهمية عدم قيام بمنجزات اقتصادية وصراعية عدم تطور صناعي واقتصادي عدم وجود اهتمام بالشباب عدم معالج بطالة بس اسمح لي المواطن اليوم تدري ما ينتبه بطالة وكل هذا ما يهمه اليوم اغلب المواطنين العراقيين فقراء ومن يشوف واحد يجي لأحد المرشحين يقول له هاي 200 دولار هاي 500 دولار بس خليلي صوتك صوت الي رح ياخذها المواطن هذا كلام اليوم موجود بالشارع يا سيدي كريم السؤال هنا شون انت تمنع مثل هذه الظاهرة وانت عندك مواطن مادد ايده وياخذ الفلوس من هذول الفاسدين ما هو من اوصل الحال الى هذا المواطن العراقي ليس بهذه الصورة نحن لا نرى الان مواطن العراقي حقيقي مواطن العراقي الذي يبحث عن حياته والذي يبحث عن مستقبله لم يكن هكذا غروف الحياة كما قلت المجتمع عندما يكون فيه هكذا ملامح سببه الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يكبل بها من يسعى الى ان يكون المجتمع العراقي عشاء كده ازمات اقتصادية واجتماعية بحيث تصل مرحلة الى انه ازمة اخلاقية بحيث ان المواطن يبيع صوته أو العضل المرشيح إلى الانتخابات يقوم باستغرار وضعه ويعطيه مبلغا من المال بهذا ماذا فعله؟ أفقد المواطن إنسانيته وآدميته وأفقد له صوته الحرب وأفقد له كرامته وعزته وبالتالي من المستفيد هذا؟ هذا ماذا فعله؟ هذا سرقة الآن سرقة هذه عملية شراء الأصوات أو دفع مبالغ لاستغرار حالة اقتصادية أو يمر بها المواطن العراقي هذه سرقة سرقة في واضح النهار سرقة يحاسب عليها القانون وتحاسب عليها قيم وتحاسب عليها كل الشرائع السماوية لكن بنفس الوقت الذي يشتري هذه الأصوات هو يعلم نفسه أنه هو السارق وأنه هو الذي باع ذمتي وأنه هو الذي استغل فبالتالي هل هذا جدير أن يكون عضوه في مجلس النواب؟ كما قلت مجلس النواب المعروف في الدول العالم مجلس هو يسمى مجلس الشعب يعني عندما نقول مجلس الشعب أو قبة البرلمان هي قبة الشعب يعني عندما تكون الصوت حري هذه ماذا؟ هذه الديمقراطية الشعبية عندما نقول اين الشعب؟ اين الديمقراطية الشعب من هذا المفهوم؟ هل نحن طبقنا الديمقراطية الشعبية في العراق؟ طيب بس خلينا نكون بعد أكثر صراحة اليوم نعم السياسيين القدامة اللي موجودين يعني ما تعتقد بأنه من الظلم اليوم إحنا دان ظلمهم دان نتكلم عليهم بهذا الشكل وكذا هم في فترتهم واجهوا أعطى التنظيمات الإرهابية في فترتهم واجهوا نفوذ إيراني خطير ولا زالوا يواجهون النفوذ التركي وأيضا هذولا نفسهم السياسيين القدامة اللي هم مخضرمين اليوم وعدهم خبرة بالسياسة كبيرة جدا أيضا واجهوا عملية التقسيم وغيرها اللي صارت هذولا يعني ما تعتقد من الظلم والإجحاف أنه ننزل عليهم نزلة واحدة ونقول غيرهم كلهم أولا أولا يعني ما احترام الجنابة كان السياسيين المخضرمين والسياسيين القدامة كان هنا نتكلم عندما نقول في هذا المخضرمين والقدامة هذا خبرة سياسية هذا حكم البلد لازم لفترة عشرين ثلاثين سنة السياسي القديم يعني الذي اعترك العملية السياسية الذي له تاريخ سياسي كبير طيب أين هؤلاء يعني أين المسميات من هؤلاء ماذا يعني هل أن نسمي الثلاثة السنوات الماضية التي قدم بها التحارف الدولي كل الخدمات لهم وكل الاستشاريات والعمل الاستشاري واللوجيستي عندما نقول هنا المواطن نعم المواطن يشعر أن هناك حدث حدثا ما خلال أربع سنوات الماضية لكن قبل هذه أربع سنوات وخلالها ماذا حدث لما نحن نتكلم نأخذ زاوية فقط من الموضوع كم حصل من التضخم في العراق الآن التضخم في العراق من 130 مليار دولار يعني ارتفع عن أربع سنوات الماضية بأكثر من 30 مليار دولار الآن البطالة ارتفعت نسبتها في العراق إلى أكثر من 39 إلى 40 بالمئة الآن العوائل التي تعيش حالة الفقر الكبير يعني وسط إلى حدث أكثر من 65 إلى 70 بالمئة لا نتكلم عن بلد من بلدان عالم الثالث يعني المتخلف ولا نتكلم عن بلد ليست فيه ثروات ولا ليست فيه إمكانية نحن نتكلم عن العراق هذا العراق الآن الذي يصدر أكثر من 3 مليون برميل قارب 3 مليون برميل يوميا هذا العراق الآن سعر برميل النفط عندما يصل إلى 60 و 70 دولار أين تذهب هذه المبالغ الآن؟ أين تذهب هذه الأموال؟ أليس جديرا بها أن تذهب إلى العراقيين؟ أليس جديرا أن تذهب إلى تحسين وضع المعاشر الإنسان؟ المواطن إذا حس بذلك سترى هم يندفع طيب أهالي ديالة هم من تفقين مياك تماماً وطلعوا بمظاهرات ورافعين لافتات باحتجاجات على العام يطالبون الحكومة بتوفير المياه والكهرباء لكن أيضاً وكانوا يهددون بقطع الطريق اليوم بين المحافظة بين ديالة وبين بغداد وأكو حتى تهديدات بتصعيد هذه المظاهرات من جديد ما تعلمنا من دروسنا اللي صارت السابقة؟ يعني قبل بداية الحديث أو اللقاء تكلمنا عن أهالي الأنقرمة وقلنا هم يشكلون صوت العراق والآن نفس الشيء ديالة الآن ما فعلته عشائر أو أهالي ديالة هم مغتنعين بذلك؟ ما الذي يجعل مواطن إراقي يسعى إلى قطع الطرق يسعى إلى خرق النظام لأنه يعلم جيداً لا دولة أين مقاومات الدولة في العراق الآن؟ مقاومات الدولة كل هذا ما بها مقاوماتها؟ أين مقاوماتها؟ أين الاستقلال السياسي؟ أين الاستقلال الاقتصادي؟ أين الحفاظ على المال العام؟ أين الحياة الحرة للمواطن الكريم؟ أين الحياة التي يشعر بها المواطن بأنه يعيش في بلدها آمنة ومستقرة ومعافى؟ أين هي؟ بس استاذ يال أنت عندك قوى عسكرية وعندك اتجاه للنمو الاقتصادي وعندك عملية استثمارات كبيرة قادمة بالعراق طيب ليش هذا التشاؤم من حضرتك ليس التشاؤم أنا أتكلم بواقع أنا أتكلم بواقع الآن الآن لنأتي إلى الدراسات الاقتصادية لنأتي إلى المشاريع الاقتصادية التنموية أين التنمية الاقتصادية في العراق أين الخطة الانفجارية في العراق أين المشاريع الزراعية التي تساعد على تحسين التربة واستصلاح الأراضي الزراعية أين المشاريع الزراعية التي تسعى إلى بناء السجود حتى لا يكون العراق أسير لموضوع المياه أين المشاريع السياسية التي تساعد لك ولا تكبل سياسيا من دول إقليمية أين الرؤية الاجتماعية التي تساعد على إيجاد مشاريع تنموية ترفع من قيمة المواطن العراقي أين التعليم المبرمج والممنهج الذي يستطيع فيه أن ينمو المجتمع العراقي ويتعلم أين التأمين الصحي والحياة التي نذهب الآن وننظر إلى المستشفيات في العراق ونظر إلى العلاج الذي يقدم المواطنين كيف ترى المستشفيات؟ كيف ترى التعليم في المدارس؟ كيف ترى حالة المواطن في الريف؟ بس أستاذ ياد هذه المظاهرات قطع طرق يعني ما اختلفت تماما عن المظاهرات التي هي سالة 2013 و2014 لا ليس نتج عنها داعش 2013 المواطن لم يطالب نحن نحن لماذا نخلط الأوراق؟ الآن نتكلم الآن فقط هي في ديالا وفي الأرنبار أليست المثنى والسماء وخرجوا كذلك؟ أليست البصرة خرجت كذلك؟ أليست أهلنا وأخواننا في الناصرية خرجوا؟ الموضوع لا يتعلق في كربلاء يا أغي ألم تسمع ماذا فعل أهالي نجف بأحد رؤساء الكوتل السياسية؟ لا حاجة للذكر اسمي في هذا الدقاء لأن العبارات التي استقبل بها لا تريد أن نتحدث فيها في برنامج على قناة فضائية لم تسمعها ويسمعها المواطن؟ لماذا يستقبل هكذا؟ هل هذا عندما يستقبله هو رئيس كتلة مهمة جدا؟ هل راجع نفسه لماذا يستقبلها هكذا؟ هل تحدث مع نفسه؟ وكذلك الكتر السياسية الأخرى وزعماء الكتر السياسية الأخرى الموضوع لا يتعلق بمناطق معينة وليس يتعلق بمكون في العراق إنما يتعلق بمجمن الشعب العراقي هي محنة وألم وظلم اجتماعي وفقدان العدالة الاجتماعية عيش مع المواطن العراق في كل بسر استاذ ياد مو من الأحرى أنه اليوم ينتظر المواطن العراقي شهر و 12 يوم للانتخابات ويشوف نتائجها ويشوف شنو اللي راح يصير بعدها بعدين يطلع يعني هذه عرقة لليوم هذه عرقة للكثير من الأمر لا لا أبدا قلت نحن لا نستطيع الآن لا يستطيع استبيان ولا يستطيع محلل سياسي كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا ولا يستطيع صاحب رؤى سياسية أن يعطي ويدلي بقراره النهائي في طبيعة ما يحدث بالتحديد الذي سيضع النقاط على الحروف هو الصوت وهو المواطن العراقي سنرى كيف يتعامل مع اليوم الثاني 10 من أيار القادم طيب كيف سيكون الوضع التغيير لا يستطيعه إلا الناس الأحرار المواطن العراقي مواطن حر سترى التغيير قادما حال وجود جميع الأدوات التي يستطيع من خلال المواطن في العراق والشعب العراقي أن يغير التغيير قادم هاجلا أم عاجلا وسنراه سيكون في مناطق تفاجئ السياسيين وتفاجئ كثير من المتابعين للمشهد العراقي السياسي تعتقد رح يصير هذا التغيير بهذه الانتخابات؟ أنا لا أقصد فقط التغيير في عملية الانتخابات وإنما التغيير الآخر أيضا التغيير الذي يسعى إلى تغيير العملية السياسية جذريا بس عن طريق الانتخابات؟ لا نروح بغير طريق إحنا لا ما شبعنا من الطرق الأخرى القديمة لا نذهب إلى معايير الذي تفكر ليس معايير عسكرية وليس تفقي الأباد سياسية محتى توضح المشاهد لا وموفياد يعلم أنا عندما أتحدث عن شعب العراقي وأنا الآن على قناة فضائي العراقية ويسمعني أبناء شعبي أنا أتكلم هنا على التغيير التغيير يصنعه أبناء الشعب العراقي إن كانت هي الواحد ديمقراطية وإن كانت هي صنادق الاختراع كما يقولون فلتحدث لكن هذا الحدث الذي سيحدث الآن والذي سيكون الانتخابي هل هو الكفير فقط بعملية التغيير؟ التغيير هنا الذي نسعى له ليس تغييرا فقط في المعايير أنه نبدل أعضاء مجلس نواب بأعضاء مجلس نواب جدا أنا أتكلم هنا عن عملية التغيير في الرؤية السياسية والرؤية الاقتصادية قيادة الدولة نحن نتكلم عن دولة نتكلم عن العراق يجب أن العراق يعود إلى كما كان إذا لم يكن كما كان فبالحد الأدنى يعود إلى أن يقف على رجليه مرة ثانية ويستطيع أن يقول كلمته ويستطيع أن يكون عنصرا فعالا داخليا بين أبناء شعبه ومحيطه العربي والإسلامي العراق لديه مقيمات كبيرة الشعب العراقي موجود رقم واحد شعب يحقق الإنجاز الثنين الثروات موجودة في العراق زاغة بالثروات الثلاثة الأنهار والموارد الموجودة الكفاءة العلمية نحن الآن ماذا نفعل؟ نحن الآن نشتث العقول العراقية نشتث التعليم العراقي نشتث التربية العراقية نشتث الصحة العراقية عندما هذا الاجتثاث هو فقط الاجتثاث سياسي لا الاجتثاث لا هو معايير معايير اجتماعية وسياسية واقتصادية فالاجتثاث عندما يطول جميع مناحي الحياة فماذا تكون البلد بالأخير؟ طيب ممتاز الحرب على الإرهاب اليوم يبدو بعدها مستمر بشكل كبير جدا رئيس كتلة صادقون السيد حسن سالم أتمنى أن الزميل المخرج يظهر لنا صورته اليوم يحكي عن ألفين إرهابي موجودين بمحافظة الأنبار يعني فما تعتقد بأنه الموضوع حقيقة وحتى قال مقرات تدريب للإرهاب يعني هل هو تصريح انتخابي أم هو تصريح بوقاع الرجل ومعقول يقول لك ألفين إرهابي بدعايا انتخابية إلي يعني هذه التصريحات إن كانت من هذا الرجل أو من غيره طبعا نحن نعلم أنها فترة انتخابات هذه تصريحات سياسية أكثر من هي تحاكي الواقع يعني ما هو الواقع لهذا كلم يعني نحن نتكلم قد تكون هناك عداد ولكن ليس ألفين يعني إذا كنا نتحدث عن ألفين عنصر من الإرهاب فماذا فعلت القوات الأمنية والعسكرية العراقية التي تتكلمت جنابك عليها قبل قليل والإنجاز العسكري طيب دعايا انتخابية وينها لما يقول لك أكو ألفين أرهابي شنو دعايا انتخابية؟ هذه دعايا انتخابية عملية تسقط سياسي بكتل سياسية وحزاب سياسية ممثلة برئيس الوزراء أليس لدي قوكتلة سياسية الآن؟ أليس رئيس الوزراء الآن داخل بكتلة سياسية اسمها النصر؟ أليس هناك كتلة سياسية اسمها الفتح المبين وهي تمثل الحج الشعبي والقوات التابعة له؟ أليست هنا؟ أليست هي من شاركت مع القوات الأمنية والعراقية؟ أليست هذا؟ من يستهدف هذا اللحظ؟ إذن هو صراع سياسي ومناكفات سياسية بينهما لكن هذا لا ينفي أن هناك بعض الجيوب وبعض العناصر تتواجد هنا وهناك بس هو يتكلم عن معلومات أمنية خطيرة جدا 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 يعني داعش وجود مثلا ألفين إرهابي على سبيل المثال بكل مسميات الإرهاب يعني ما تعتقدر يوم الحكومة العراقية بكل سهولة تجي تخليه لمسائلة تعال أنت من جبت هالمعلومات؟ وإذا كانت مغلوطة ممكن الرجل يعني يحاسب على الموضوع لا هو لا يتكلم ولديه حصانة طبعا يعني هو لا يتكلم عضو مجلس النواب هو لا يتكلم بصورة ما يحمله من معلومات يعني ويتكلم بها لو كانت هذه المعلومات حقيقية أكثر فليذهب بها إلى الدوائر المختصة وليعلمها يتتخذ إجراءاتها الموضوع لا يتعلق بمدينة الرمادي أو يتعلق بهناك ألفين شخص يقاتل أو ألفين شخص من إرهابي أو كذا أو آخر أنا أقول هنا سنسمع الكثير من هذه التصريحات إلى حين بداية الانتخابات طيب تصريحات مثلها أو مشابهة لها تصريحات تساعى يعني هي الدليل على كما قلت هي مناكفات سياسية وبالتالي هي صراع على الاستحواذ على أصوات الناس وبالتالي إعطاء هو عندما يتكلم هكذا يعني هو أو غيره نحن هنا نتكلم عن معيار العملية الانتخابية لنرى كيف تسير أنا قلت لك أين ميثاق الشرف من هذا الكلام؟ طيب أنت عندما وقعت ميثاق الشرف يفترض أن هكذا تصريحات تذهب إلى رؤساء الكثير السياسية تناقش لها لماذا نصلح بها بعد الميثاق الشرف؟ ميثاق الشرف يلزم يلزم الكثير السياسية أن تحافظ على أمن وسلامة البلد تحافظ على المعلومة تحافظ على القدر الكافي في الحفاظ عن عملية الانتخابية في إرساد عامل ديمقراطية في عدم وجود أي مناكفات هذه كلها موجودة في ميثاق الشرف بس هو ما هجم كتلة معينة هو ودي يقول لك في وادي حوران والنقيب في محافظة الأنبار هاي المنطقتين بيها إرهابيين ده تصير من خلال هالهجمات الإرهابية التنظيم داعش الإرهابي على بغداد وعلى غير من هذه المناطق الموجودة ده يطيق معلومة أمنية لا تهم كتلة ولا فسر أي تفسير آخر من المسؤول عن الوضع الأمني؟ طيب من المسؤول عن الوضع الأمني؟ الحكومة العراقية ليس القايدة عامل قوات المسلحة؟ من هو القايدة المسلحة؟ ليس أنه هو حيدر العبادي؟ أليس أنه من خرج وقال انتهينا من داعش؟ أليس أنه من خرج وقال قامت القوات الأمنية والعراقية بإنجاز كبير وطرد الإرهاب من العراق؟ أليس أن هناك فصائل من حاجة الشعب قالت وناقشت وقيادات قالت أنه نحن استكملنا العملية القتالية مع قوات الأمنية والعراقية؟ أليس هؤلاء لديهم الآن كتل سياسية؟ أليس لهم حظوظ انتخابية قادمة؟ أليس يسعون إلى ولاية ثانية؟ هذا الكلام عندما يكون هذا ماذا يفعل؟ هذا يولد حالة من الاحتقان السياسي وحالة من المنازعات السياسية ما بين الأطراف الساعية يعني في بعض الأحيان قد تكون هناك بعض التصريحات هي تصريحة آنية يراد منها خدمة الطرف الثاني ممتاز طيب قائد سلاح مشات البحرية الأمريكية سيد روبرت نيلر أو أتمنى أن زميل مخرج أيضا يظهر لنا صورته على الشاشة قال إحنا كأمريكا ما نمتلك هذه المقدرة بأنه نحارب داعش وحدنا إحنا محتاجين إلى دول أن تكون معنا من تحالفات إذا كانت أوروبية وإذا كان العراق وإذا كان أي دولة أخرى موجودة بالمنطقة هذا الرجل يتكلم بهذا الشكل يعني هذا تأكيد لكلام اللي صار وعلى الرغم هو ما أذكر أي أحصائية إذن هي العراق على الإرهاب موجودة بالفعل هل الفعل المنتب بالبداية قلت بأنه التحالف الدولي هو اللي كذا هو اللي قدم هذا الرجل يقول لك أنا محتاجك نحن نمنع التريض على ما تحدث طيب نتعرضنا على العدد جيد عندما نقول ألفين في منطقة كالأباب وحن نقول نتمن ألفين هم اللي كان عددهم في محافظة النينوة ألفين نصف هذا العدد هو اللي كان يقاتل في الأنبار ثلث هذا العدد هو اللي يقاتل في صلاح الدين والآن نقول ألفين لا أبزالوا باقين كيف يكونوا باقين في حوران أنا أقول فنان عندما نكون يعني منصفين في الكلام أو نكون يعني يعني نكون عقلانيين في أن نصدق ما نقول وإلا هو الرجل عندما يسعى يعني قد يكون في باله أنه يسعى إلى تأمين الأمن العراقي أما القائد الأمريكي هو يعلم جيدا هو يسعى إلى إيجاد ذراع له بالبقاء في داخل العراق أمريكا تصدع البقاء من يمنع على أمريكا أن تبقى في العراق لا أحد يمنعها من تقدر الحكومة العربية أبدا لا يوجد قرار سياسي وعسكر يمنع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغادر العراق الولايات المتحدة أتت لإحتلال العراق بس هم هم الأمريكان يقولون أننا جايين نعم ماذا برغبة الحكومة العراقية نحن موجودين برغبة الحكومة العراقية نعم ماذا تقول لك الإدارة هل تقول أتيت العودة بالإحتلال بأيدي ناعمة الآن رجع الاحتلال مرة ثانية بأيدي ناعمة طيب عملية الانسحاب التي حثت من قبل الجيش الأمريكي في نهاية 2011 عادت بصورة أخرى بحجة ومشماعة الإرهاب كما قلنا أليست هناك قواعد عسكرية أمريكية عندما نتحدث عن مستشارين أمريكان وتحدث عن خبرة قتالية لتدريب القوات الأمنية والعراقية كم يعني كم يكون العدد خمسمية نعم نعم الآن أكثر من ستة تلاف إلى سبع تلاف جندي على ضابط أمريكي موجود نعم والآن أنت أمام مرحلة قادمة جديدة هو عندما يدعو إلى ذلك يدعو إلى الآن التواجد الذي سيحدث في العراق وهو عملية أيضا من قبل قوات الحفل الأطلسي ستأتي خلال شهر الثالث السابع إلى العراق هم بحجة عملية التدريب ويعادة تأهيل قوات الأمنية العراقية ولكن هنا عندما يتحدث هذا القائد أيضا الأمريكي يعتمد على أدوات في عملية مكافحة الإرهاب الآن نراها في نفس الشيء في المشهد السوري هل لم تعتمد القوات الأمريكية والجانب الأمريكي على قوات داخلية سورية في مواجهة الإرهاب والآن يقول الرئيس الأمريكي سأنسحب من سوريا إذن هو غريف لكن هذا كلام نفوت تحارف الدولي عموما خلينا بالأنبار أعظم مجلس محافظة الأمبار السيد صباح كرحوت قال الموازنة الأمبار لا تكفي لتشيد جسر واحد ولا حتى ترميم أو بناء أو إعادة عمار محطة لتنقية المياه بمحافظة الأمبار ما شفت هذا التصريح؟ معقولة الموازنة بهذا الشكل؟ بهذا الضعف الأمبار؟ أنت تعلم جيدا أن الموازنة العراقية عندما أقرت أقرت ضمن ظروف خاصة كان هنا خلاف عليها من قبل قيادات القوى السنية اتحاد القوى الذي أشار إلى عدم وجود مبالغ كافية لإعادة تأهيل وإعمار وبناء البنية التحتية وإعادة بنية التحتية المحافظة المتضررة من المواجهة العسكرية مع الإرهاب ومنها محافظة الأمبار وكذلك الموصل والنينة وكذلك صلاح الدين وإديالة إذن هذا الموضوع يتعلق بالكل وأنت تعلم مدعاة انتخابية هذه؟ كلها دعني نكون صريحين كلها 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 الآن عندما يتكلم هذا الرجل أو غيره الآن هم تحسسوا معاناة المواطن العراقي الآن علموا أن المواطن العراقي لا توجد مبالغ مستحصلة له لبناء جسر أو بناء مشروع أين كانوا خلال أربع سنوات القادمة أنا في رأيي هذه المرحلة القادمة ليست مرحلة مجلس نوار مرحلة مجالس المحافظات مجالس المحافظات هي المرحلة القادمة إذا حقت الحقيقة وفعلا تم إعادة عملية التغيير وعملية البناء للعراق فهذه المرحلة الأربع سنوات القادمة سوف لا تكون سوف لا يكون الدور الفعال لمجلس النوار ممتاز الدور الفعال لمجالس المحافظات لأنه هي المسؤولة على البناء وهي مسؤولة عن التغيير ومسؤولة على الإعمار ومسؤولة عن إعادة بناء التحتية ومسؤولة عن إعادة الثقة بين المواطن مسؤولية أضو مجلس المحافظة تكون أكثر اكتزاما وأكثر اخلاقية وأكثر انضباطا من المجرحة طيب الخبير في مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية الأستاذ يا ذرع الناس شكرا جزينا على حضورنا أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ونا محدثكم أحمد الأدهمي إلى اللقاء نحن نحن نشاهدين اشتركوا في القناة